عايز أسأل حضرتك فكرة تعامل الدولة المصرية مع المصرين بالخارج أبناءنا الموجودين في الخارج لأنه في فترات سابقة وعوهود سابقة كان للأسف جسور الصلة كانت مفتقدة كان ينظر دائماً للمصرين بالخارج أنه مصدر مهم جداً لتحويلات زي ما يقولوا كده تحويلات الأموال من المصرين بالخارج دلوقتي النظرة اختلفت رؤية الدولة المصرية اختلفت في مشاريع كثيرة جداً فيه اهتمام في أجندة الدولة المصرية بأبناءنا اللي بيقدر عددهم بحوالي 14 مليون مصر بالخارج بالطبع الحقيقة بتقوله في منتهى الدقة بس خليني أقوله بطريقة تانية الدولة المصرية دولة مؤسسات والدولة المصرية لم ينقطع اهتمامها بالداخل ولا بالخارج ولكن الدولة المصرية لم تدرك القيمة الحقيقية لهذا المشهد اللي احنا بنشوفه النهاردة ومن ثم كانت تعاطي مع المصرين بالخارج في أقل درجات آليات التنصيق المطلوبة ولم يكن هناك الاهتمام كافي بتفعيل دور المصرين في الخارج لإبراز صورة الدولة المصرية خلي بالحضراتك المشاركة بتاعت المصرين في الخارج الوسعة اللي هي ابتدت اللي أنا متوقحة في أوروبا مما تبتدي اللي جان تفتح هناك بالاتصال بالعديد من الأصدقاء المقامين في عديد من الدولة الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية أنت بتقول للعالم أنا موجود في الخارج ولكني أدرك هموم الوطن طيب ده جا منين؟ جا من اهتمام الدولة المصرية بخلق الأليات اللازمة للتواصل ومد الجسور زي ما حضرتك بتتكلم من اليونان لإيطاليا لفرنسا لألمانيا على مستوى جهود الوزارات والجمعيات الأهلية المصرية استطعت أن تبني وتمد جسورا واسع مع كل دول العالم في استراليا في نيوزيلندا في الصين في اليابان الرعاية التي توفرها الدولة المصرية عبر وزارة الهجرة وعبر وزارة الخارجية بتعمق من قيم الولاء والانتماء لدى المواطن المصري كنا دائما بنتحدث عن أزمات الجيل الثاني والثالث من المصريين وأبناء المصريين في الخارج أنت ابتدت تشوفهم النهاردة يشاركوا بفعالية في احتفالات لمد الجسور والجزور معهم ابتدت تشوفهم بيحضروا مؤتمرات منتدى شباب العالم ابتدت تشوفهم النمازج البرزة فيهم بتأتي إلى الدولة المصرية لكي تكون قدوة للشباب المصري أنه يستطيع مصر تستطيع بالفعل وأن شباب مصر قادر على التواجد بفعالية على الساحة تعميق الانتماء عند الشباب ده مهم جدا لأن هي دي الأجيال التي ينبغي أن تحمل صورة الدولة المصرية في الخارج وهي دي الأجيال اللي عليها دين كبير لهذا الوطن الأباء والجدود بتوحهم لو كانوا صفروا برة النهاردة الدولة المصرية عبر مد هذه الأليات اللازمة وعبر هذا الإدراك العميق وفقا لستراتيجية وفلسفة نظام الحكم من 2014 لغاية النهاردة أنت قدرت تغير كتير جدا من المفاهيم التي كانت تسيء للعلاقة بين الطرفين فابتديت تجني هذه السمارة هذه السمارة بتجنيها في الدعم الكامل للدولة المصرية شفتهم بيشاركوا في الحملات ضد التطرف والإرهاب شفتهم بيعقدوا الندوات اللازمة في الخارج شفتهم مشاركين بفعالية في استقبال كافة الوفود الرسمية في زيارتها للخارج شفتهم إزاي بيكونوا متوجدين لحماية الدولة المصرية اللازمة من العناصر المتطرفة أصحاب الفكر المتطرف في الخارج شفتهم إزاي قادرين يقدموا النموذج الأبرز في المشاركة عبر كل الاستحقاقات الصابقة علشان كده أنت بتقول أنك تبعت استراتيجية قوامها التواصل المباشر قوامها تعميق قيم الولاء والانتماء عبر استقدام هؤلاء الشباب إلى الداخل من أجل إبراز تجاربهم قوامها أنك أشعرتهم بقيمتهم لدى هذا الوطن ومن ثم أنت تجني سمار استراتيجية متكاملة تم تنفيذها بجهود مجموعة من الوزرات المعنية بالتواصل معهم سواء وزارة الهجرة شؤون المصنف الخارج أو وزارة الخارجية عبر التواصل من خلال القناسل والسفراء المعنيين بالتعامل مع هذا الأمر في الخارج ترجمة نانسي قنقر